ما زال اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية المبرم بين الوقفين السن والشيع في العراق يثير عاصفة من الرفض والتنديد ويتلقى الردود الشرعية والقانونية المبينة لضعفه وسوء مقاصده السياسية الطائفية ففي أحدث رد قانوني بينا أن أغلب المساجد التي بنيت قبل العام 2003 بناها متبرعون وسجلت باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من دون حجة وقفية وهذا هو الواقع والمشاهد وهو ما يعني فقدان جميع هذه المساجد في الوسط والجنوب وبقية عموم العراق بموجب هذا الاتفاق المجحف وبشأن المساجد المشيدة من قبل الدولة فقد استثنيت في الاتفاق المبرم بين الوقفين السن والشيعي ويعتمد في تقسيمها على النسبة السكانية وهو ما يعني فقدان أغلبها وأكثرها في العراق وفق النسبة السكانية في كل محافظة والتي أقرها هذا الاتفاق كما لم يتطرق هذا الاتفاق إلى السندات والقراءة المعتبرة لترجيح الوقف لأي من الطرفين وجعلها عائمة تابعة لقرار اللجنتين العليا والفرعية الحكوميتين كما نص اتفاق الوقفين السن والشيعي على أن تكون نسبة السنة من الأوقاف 17% في كل العراق من وقفيات المساجد والأراضي والعقارات وغيرها أما في الوسط والجنوب فلا نسبة لهم فيها وبالتالي فهي ستعود بأجمعها إلى ديوان الوقف الشيعي أما فيما يتعلق بالمقامات والمراقد والمقابر العامة في المحافظات السنية فإنها لا تقسم حسب ما ذكر في اتفاق الوقفين السن والشيعي وإنما يعتمد على قرائن مثل التسمية فقط وغيرها فتكون تابعة لديوان الوقف الشيعي بغض النظر عن المحافظة ونسبتها السكانية وهكذا استثنية مدينة كاركوك من هذه القاعدة وعول على تقسيم الوقفيات فيها مناصفة من دون إعمال القرائن وغيرها لأن الرهانة على النسبة السكانية في مدينة كاركوك سيفقد ديوان الوقف الشيعي الممتلكات كافة بسبب الطبيعة الديمغرافية لسكان محافظة التأمين وأخيرا لم تتطرق وثيقة الاتفاق بين الوقفين السني والشيعي لأملاك الوقف السني التي تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات الطائفية والجهات الحزبية النافذة وجعلت خارج إطار هذه الوثيقة والاتفاق وما أكثرها في العراق